في الأمور والاعتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الأبرار ولي الصالحين ولي المتصدقين وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك ورسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهواء وهديتنا إلى الواحد الديان مرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا وما زلنا في هذه السلسلة المباركة في ظل عرش الرحمن واليوم نتكلم عن المتصدق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم متفق عليه اليوم نتكلم عن المتصدق عن رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لما الصدقة لأن الصدقة إذا وجدت في ضيق وسعت وإذا دخلت على حفرة من النار جعلتها روضة من رياض الجنة لأن الصدقة تجعل المتصدق في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله لأن الصدقة تجعل المريض يبرأ بإذن الله لأن الصدقة تزيل الهم وتزيل الكرب وتزيل الغم وتزيل الحزن ويأتي خلف هذا كله خلف هذا كله تأتي السعادة وتأتي راحة الأبدان وتأتي راحة البال أتريد البر أي أتريد الخير الذي وعدك الله به يا من تشاهد هذه الحلقة المباركة الآن عليك بصدقة السر أو حتى بالعلانية إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الصدقة دليل على صدق المتصدق قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله الصدقة برهان أي دليل على صدق المتصدق دليل على إيمانه دليل على ورعه دليل على تقواه دليل على زهده دليل على حبه لله دليل على حبه لرسول الله دليل على حبه للناس النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاءه رجل يكنى بأب الدحداح فقال السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام يا أب الدحداح قال نزل عليك قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أتعلم بيرحاء هذه مزرعة في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عين فيها الماء العذب وفيها الطمر والبصر وفيها الخيرات وفيها الثمار وفيها الفواكه الناضجة قال أتعلم بيرحاء يا رسول الله قال ومن في مدينة رسول الله لا يعلم بيرحاء قال أشهدك أنها أحب المال إلى قلبي يا رسول الله وأني تصدقت بها لله قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأب الدحداح في الجنة وفي رواية أخرى أن رجلا جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله أشتكي جاري قال لما؟ قال بينما أقيم جدارا في مزرعة وقعت نخلة في هذا الجدار فستجعل هذا الجدار معوجا غير مستقيما يا رسول الله فقال النبي بعدما أرسل لجاره بيع هذه النخلة لجاره قال لا يا رسول الله قال هبها له اعطه يعني هدية أو عطية أو هبة أو صدقة قال لا يا رسول الله قال اعطني إياها ولك مثلها في الجنة قال الرجل لا يا رسول الله تخيل هذا المشهد من صحابي من صحابة رسول الله ولكن ملأت الدنيا قلبه فإذا بأب الدحداح يقول للرجل أتعلم بيرحاء يا رجل قال أعلمها جيدا صاحبة الستمائة نخلة ستمائة نخلة إيه وربي فيها الخير فيها التمر فيها البصر فيها الرطب فيها الفواكه الناضجة الطازجة فقال له أعلمها قال هي لك واعطني هذه النخلة قال أعطيتك إياها اشهد يا رسول الله اشهدوا يا صحابة رسول الله أخذت مزرعة أب الدحداح أخذت مزرعة أب الدحداح على أن أعطيه هذه النخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق الرداح لأب الدحداح في الجنة فإذا به أب الدحداح يرجع إلى بيته وإلى مزرعته وينادي بأعلى صوته يا أم الدحداح يا أم الدحداح قالت لبيك لبيك زوجي وأب أولادي قال لها أخرج الأولاد لقد بعت المزرعة وأقردتها لله قالت ربح البيع أب الدحداح ربح البيع أب الدحداح ربح البيع أب الدحداح تخيل أخي الحبيب فإذا به يجد في فم أحد أولاده بعض الطمر فأخرج هذا الطمر وقال هذا ليس لنا وجد في بعض يد أولاده بعض الطمر فأخرج هذا الطمر من أيديهم وقال هذا ليس لنا تاجر مع ربك أخي الحبيب نام يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اسمع بعدما تصلي على رسول الله يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا سبحان الله لو نظرت إلى المرابي الرجل صحيح الذي يريد أن يخرج ماله بالربا يريد أن يتعامل بالربا الألف بألف ونص أو بألفين أو بتلاتة أقول له هو يريد المرابحة هو يريد المال الكثير هو يريد الزيادة أما المتصدق إذا كان معه عشر جنيهات وتصدق بخمس فبقي خمس جنيهات فسبحان الملك في الظاهر أن المرابي يزيد ماله أما المتصدق ينقص ماله هذا فيما نرى أنا أو فيما أرى أنا وفيما ترى أنت أيها المشاهد الكريم أما الله له نظرة أخرى يقول فيها ربنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يا الله أنت عندما تنفق من مالك الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين من الذي يخلفه الله عز وجل فأنت لو معك مئة جنيه وأخرجت عشر جنيهات فأنت بهذه العشر أخي الحبيب قد نقص في نظرك المال عشر جنيهات لا وربي ما نقص إنما دفع الله عنك المرض دفع عنك البلاء دفع عنك الحوادث العظام والجثام دفع عنك معصية الأولاد دفع عنك سوء المنقلب دفع عنك الغضب دفع عنك البلاي العظام لما أخي الحبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يشجع الصحابة على الصدقة ويشجع الصحابة أن يخرجوا من زكوات أموالهم ومن خيرات ما عندهم للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى الخليفة الأول الرجل الأول في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق كان يشتري العبيد الضعفاء ثم يأتي بهم ويقول لهم أنتم أحرار لوجه الله تعالى حتى أن الصحابة كانوا يقولون سيدنا أعتق سيدنا لأنه اشترى سيدنا بلال بن رباح عندما مر عليه ووجده يعذب في رمضاء مكة وعلى صحراء مكة وفوق صدره الصخرة وهو يقول أحد 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 فقال أبو بكر الصديق سينجيك الواحد الأحد سينجيك الواحد الأحد وذهب إلى من؟ إلى أمي بن خلف هذا الرجل المتكبر المتغطرس الكافر عابد الوثن وقال أريد أن أبتاع منك بلالا قال ادفع ما شئت قال أيكفيك أوقتين من الذهب يا الله قال يكفيني واللات والعزة لو أعطيتني واحدة لقبلت فإنه عبد أبق عبد سيء فقال والله لو طلبت زيادة لا أعطيتك ثم جاء ببلال وقال أنت حر لوجه الله يا بلال فعلم أبوه أبو قحافة فقال يا أبا بكر أما اشتريت عبيدا أشدا ينفعونك عند الحاجة فسكت حتى نزل قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى من الذي سيرضيه؟ إنه الله من الذي سيكافئه؟ إنه الله أيها المتصدق إياك أن تبخل على ثقير أو على مسكين أو على أرملة ها هو أبو موسى الأشعري عند موته عند سكرات موته يغمى عليه ويفيق فقال لأولاده اذكروا صاحب الرغيف ثم أغمي عليه فلما أفاق قال له أولاده يا أبانا من صاحب الرغيف؟ قال هو عبد كان يتعبت في صومعه رجل راهب من الرهبان كان يتعبت في صومعه عبد ربه سبعين عاما ثم كان ينزل إلى المدينة ما بين الحين والحين حتى نزل في يوم من الأيام فوجد امرأة جميلة فأغوته بجمالها فوقع عليها سبعة أيام يا الله ارتكب معها جريمة الزنا ارتكب معها جريمة من الجرائم التي حرم الله أن نقترب منها فقال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فإذا به أفاق بعد السبعة أيام وبعد السبع ليالي ثم قال أنا عصيت ربي أنا ارتكبت كبيرة من الكبائر ثم هام على وجهه في الصحراء كان كلما مشى خطوة سجد سجده كلما مشى خطوة سجد سجده وكأنه يعذب نفسه حتى يتوب الله عليه حتى وصل إلى اثنى عشر رجلا يعني حوالي اثنى عشر عشر رجلا يعبدون الله عز وجل في مكان ويأتي إليهم أحد الرهبان باثنى عشر رغيفا فإذا به يعبد الله معهم وفي المساء طيب معنا الأستاذة نادية السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك الله عنا خير يا شيخ الله يستورك يا أستاذة نادية تحيياتي لحضرتك وقصة البرنامج ربنا بارك في عمرك اتفضلي الله يخليك أنا ليه عندي حضرتك بس شؤالين تحت أمرك السؤال الأول بالنسبة للصدقة يعني فيه بعض المجلس بتخرج الصدقة بالخرجة بقول بنية الشفا بنية رفع القرب بنية رفع البلاء كده يعني تمام بس ماكي فيه حد قال أو نخرجه بنية ميل الله لوجه الله وهو ربنا علم بحنة لاني تماشي ناس بيقول ما تقولي جيه بنية شفا ولا جيه كده لاني دي تعتبر ايه رشوة ولا يعجب الله معرفش يعني فيه حد قال لي كده تمام حد يعرف من حضرتك حاض وبالنسبة الصدقة على المتواف نقول نطلع الصدقة على المتواف نقول بنيت ربنا يرحمه ونغفر له ده السؤال الأولين تمام السؤال الثاني حضرتك معاي حضرتك سامعك يا سيد زنادي اتفضلي طيب بالنسبة للسؤال الثاني فيه واحدة يعني كان الساعة تشوم اللي هي العشرة الأوائل من شاجن الحجة أو حتى يوم عرفة تمام بس هي تعبانة وما ادريتش هي كده كده تعبانة يعني فما ادريتش فهي يعني بتقلب نساعة وندمانة على اليوم ده اللي هو حتى يوم عرفة فهل كده يعني لو ضدنا ممكن الجهة يجيها تواب للسيام حاضر عشان غالبين عنها فترك او جيبوك ان شاء الله يا سيد زنادي او جيبوك ان شاء الله فضالي يا فنم تفضل معانا معانا محمود السلام عليكم محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عاما حضرتك بخير وحضرتك بالصحة والسلام والسادة المشاهدين امم محمود عندي سؤال اللي اقتمحتي يا شيخ فضالي حضرتك اول سؤال هل سنة العشاء هي ركعتين الواتر شفعة حاضر او تنتؤال لو انا ما صليتش الفجر في المعاد يعني ممكن لو صليت ساعة عشر كده ممكن اصلي السنن اليوم ولا ما ينفعش حاضر اجيبك ان شاء الله انا في شكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فاذا بهذا الرجل الذي اطعمه رغيفا يعني سبحان الله كان مع اثنى عشر رجلا فجاء الراهب فاطعمهم اثنى عشر رغيفا فزادوا واحدا الرجل الراهب العاصي فاذا به يأخذ رغيفا منهم فقال رجل من الاثنى عشر ايها الراهب انت لم تعطني طعام الليلة قال ما منعتكم انما اعطيتكم اثنى عشر رغيفا فقال الراهب المذنب لعلي انا صاحب الرغيف اخذت حق هذا الرجل فاعطاه الرغيف ثم اصبح ميتا فسبحان الملك فلما قامت القيامة ووازن الله اعماله اذا به يضع عمل او عبادة السبعين سنة في كفة والمعصية وعمل الفاحشة في السبع ليالي في كفة فرجحت السيئات وطاشة الحسنات فايقن بالهلات فجئ له بالرغيف فيقول ابو موسى الاشعري فيما يروي ابن ابي شيبة فسبحان الله ما ان وضع الرغيف في كفة الحسنات حتى رجحت كفة الحسنات وطاشت السيئات وغفر الله لهذا المذنب فيا اخي الحبيب عليك بالصدقة الاستاذة نديا بتقول يعني انا هل ممكن اطلع الصدقة بنية الشفاء وبعض الناس بيقول لي ان كده رشوة لا ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقات وقيل بانها كلام لسيدنا ابي بكر الصديق داووا مرضاكم بالصدقات وكان هناك رجل هذا الرجل كان عنده مرض في القلب فاذا به بينما هو في طريقه الى احدى المستشفيات في لندن فاذا به يقول له احد الاطباء لابد ان تنضي على هذا الاقرار قال وما هذا الاقرار قال انك ربما تموت اثناء اجراء العملية لان فيه قلب مفتوح سيتم اجراء عملية خطيرة جدا قال اذا اسمح لي ان ارجع الى مصر ثم اوصي اولادي واقول لهم انا علي كذا ولي كذا قال لك ذلك ولكن في غضون اسبوع اثنين وتأتي لعمل العملية لانها في حاجة الى اجراء العملية قلبك لا يتحمل هذا الرجل الى بيته و الى منزله كأنه يودع اهله و يودع اولاده وفي يوم من الايام وهو في طريقه الى المنزل رأى امرأة تأخذ العظم والجلد من عند جزار فاذا به ينظر الى هذه المرأة و يتعجب و اقترب منها و قال يا اختاه لماذا تصنعين هذا قالت اليك عني اتركني و شأني قال استحلفك بالله قالت انا ام لأيتام والله لا نذق اللحم ولا يذق اولادي طعم اللحم و انا اخذ هذا العظم لاجعله في الماء يكون مرقا فيشرب هؤلاء الايتام و يطعمون الجلد ولا حول ولا قوة الا بالله قال ما يكفيك في الاسبوع قالت انا ام لسبعة ايتام يكفيني كيلو من اللحم قال ثمانية افراد يكفيهم كيلو من اللحم ذهب الى الجزار و قال اعطيها ثلاثة من الكيلوهات من اللحم في الاسبوع و سبحان الله اعطاه مقدم سنة فاذا بهذه المرأة ترفع يديها و تقول يا رب البسه تاج الصحة و العافية يا رب ازل عنه ما به من مرض و سبحان الملك و كأن السماء قد فتحت و كأن الله قد استجاب دعاء هذه المسكينة التي تربي في ايتام و عاد الى بيته بوجه غير الوجه الذي نزل به فلما رأته احدى بناته قالت يا ابي لقد عدت بوجه ارى فيه الدم يتدفق قال والله انا اشعر بتحسن فلما سافر الى لندن اذا به يذهب الى اجراء بعض الفحوصات قبل اجراء العملية فقال له الطبيب وهو يصرخ هذه الفحوصات و هذه الاشع ليست لك ماذا صنعت في مصر و ماذا اخذت من دواء في مصر فاذا به يبتسم و يقول والله لم اطعاط دواء انما تصدقت بصدقة لا يعلم بها الا الله فتصدق بنية الشفاء يا استاذ نديا طب الصدق على المتوفى جائزة ان شاء الله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فانت عندما تتصدق على ابيك اعلم ان الصدقة و ان الحسنات تذهب الى ابيك ان شاء الله و انت تأخذ مثل اجر هذا الوالد المتوفى او هذه الام المسكينة التي سكنت قبرها طيب الاستاذ صافة معنا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيء ربنا استوريك ربنا استوريك بقول لحضرتك هسأل سؤال و هدعيكم دعاء اتفضل هسأل عن يعني لما الانسان يكون في حد قريب منه بيعمله مش حلو يعني بس هو بقى حمل في قلبه من ناحيته غل وحك وقر فدوت يمنع او يجعل اللسان تقيل عن ذكر ربنا ده ممكن يسبب كده حاضر اجيبك ان شاء الله هسأل صفح بعيدكم اتفضلي مرحبا انتم فريق العمل مرحبا مرحبا يا رب يعثيكم من ما يؤذيكم ويهديكم لكل ما يسعدكم وينور حياتكم بكل انواع الزكر والشكر ويسأل سبحانه ان يعطيكم حتى يؤذيكم ويسامحكم على كل الزنوب صغيرة وكبيرها ويفرحكم بلقائه يوم العرض عليه ويرزقكم سماع القرآن من النبي محمد في اعلى المقامات في الدوط الاعلى ويملأ قلوبكم بالايمان ويثبتكم ساعة السؤال وعند الصراح ويوفقكم لراقبة الرحمن بالحب والإحسان اللهم أمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا ولكميسل وليس ساد المشاهدين والله كل اللي في الكنترول بشكر حضرتك يا مدام صفة جزاكم الله خيرا سبحان الملك الصدق على المتوفى كان سيدنا سفيان الثوري يذهب إلى القبور في يوم الجمعة ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله على خير إن شاء الله على خير اللاحقون ثم يقول اللهم آنس وحشتهم وكن معهم في غربتهم وأحسن إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم فيا الله مرض هذا الشيخ المبارك شهرا فلم يذهب لعودة لزيارة هؤلاء الموتى فجاءه الأموات في منامه يجرون أكفانهم ويقولون أين أنت يا سفيان أين أنت يا ابن الثوري كنا نأنس بدعائك فعليك يا أستاذة نديا إن شاء الله بالصدق على المتوفى فهي جائزة السؤال التاني عند الأستاذة نديا بتقول يعني كنت فيه مريضة ولم تصم التسع الأول من ذي الحجة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إن الدين يسر الصحة مقدمة على صيام النفل بل تقدم على صيام الفرض يعني حتى سبحان الله وعلى الذين يطيقونه فدياته ومطعام مسكين يقول ابن عباس أي على المريض الذي لا يستطيع الصيام في رمضان وهو فرض عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وتؤجر بالنية إن شاء الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل المريء ما نوى طيب معنا لأستاذ أشرف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد جزاك الله عنا خير وخيرا جزاك يا حبيبي ليه ثلاثة سئلة بعديدهم حضرات اتفضل يا أستاذ أشرف السؤال الأولاني عايزة أعرف ما هي أداف صدقة التطوع وأنواعها ما هي أداف صدقة التطوع وأنواعها تمام السؤال الثاني الصرج من الزكاة وصدقة التطوع حاضر السؤال الثالث ليه أخ أصغر مني ومعي زكاة مال فأعطيته منها لكي يتزوج سمح يقم الإسلام في ذلك حاضر أزاك الله خير عنا شكرا ربنا نزيخ خير يا حبيبي ويبارك في عمرك إزاكم الله خيرا السؤال التالي هل سنة العشاء يعني ركعتين الشفع هناك سنة للعشاء وهي ركعتين الشفع على رأي الجمهور تصلى قبل بعد أداء صلاة العشاء أي بعد الفريضة إن شاء الله طيب فتن صلاة الفجر وأنا بصلي الفجر حوالي الساعة عشر هل أصلي السنة للفجر نعم صلي السنة للفجر فهذا يسمى قضاء وعليك أن تؤديها إن شاء الله الإنسان يعني الأستاذ صفاء بتقول في أحد قريبي بيسئلية وأنا حملة منه أوزع لنا منه فأنا حس أن في حقد وفي غل وفي كرهية له فهل هذا يسقل اللسان عن تلاوة القرآن وعن ذكر الله وعن طاعة الله أقول لك يا أستاذ صفاء حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في يوم من الأيام بين أصحابه ويضحك رسول الله فسأله الفاروق عمر ما يضحكك يا رسول الله قال رجلان من أمتي جسيا على ركبتيهما أمام رب العزة يقول أحدهما يا رب خذ لي بحقي من أخي فيقول ربنا لهذا المظلوم وماذا يصنع أخوك وماذا أصنع بأخيك ولم يبق معه من الحسنات من شيء فقال فليحمل عني من أوزاري هنا بكى رسول الله وقال إنه يوم عظيم يوم يتمنى المرء أن يحمل عنه أن يحمل عنه من أوزاره فإذا به بربنا يقول للمظلوم قم فانظر فقام المظلوم فنظر فإذا به يجد قصورا مكللة باللؤلؤ والفضة والذهب ويجد هناك يعني سبحان الله أنهار من عسل ومن لبن ومن ماء غير آس فقال لأي نبي هذا يا رب لأي صديق هذا يا رب لأي شهيد هذا يا رب قال هذا لمن يملك السمن قال ومن يملك السمن يا رب إلا نبي أو صديق أو شهيد قال أنت تملك السمن قال أنا قال نعم بعفوك عن أخيك أنت تملك السمن بعفوك عن أخيك فقال أشهدك يا رب أني قد عفوت عن أخي فيقول ربنا خذ بيد أخيك وادخلا إلى الجنة فقال رسول الله فاتقوا الله وأصلحوا بين إخوانكم فإن الله يصلح بين العباد يوم القيامة يا أستاذ الصفة والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الأستاذ أشرف يقول ما هي أهداف الصدقة أهداف صدقة التطوع كثيرة يا أستاذ أشرف منها أنها تدفع عنك البلاء وتدفع عنك الضر وتدفع عنك المصائب العظيمة لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام أما صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صدقة السر تطفئ غضب الرب كان هناك رجل في بني إسرائيل كان هذا الرجل ظالم متكبر متغطرس وكان يعمل في جمع الحطب حتى ذهب أهل القرية عن بكرة أبيهم إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل وقالوا يا نبي الله أدعوا على هذا الظالم فقد آذانا وآذ أولادنا وفعل بنا كذا وكذا قال اصبروا آتوه في المرة الثانية في الثالثة فدعا عليه وقال لهم أبشروا سيأتيكم خبر هذا الظالم في عشية هذا اليوم هم ينتظرون على ناصية القرية وعلى ناصية الطريق فإذا به يرجع ويدندم بالأغاني ويحمل حزمة الحطب على كتفه فتهجبوا وقالوا أيها النبي لقد أخبرتنا أنك دعوت عليه وأن الله استجاب لدعائك فيه وهاهو يعود سالما غانما فإذا به يقول تعالى أيها الرجل ضع الحطب على الأرض فك هذه الحزمة من الحطب ففكها فوجد فيها حية حية ثعبان وجد هذه الحية قد نفست سمها على الحطب قال أرسلها الله إليك لكي تقتلك لكي تهلكك فماذا صنعت قال كان معي رغيفان من الخبز خرجت به ماء في هذا اليوم وأكلت رغيفا وبينما أريد أن آكل الثاني فمر علي رجل فقير محتاج عاجز فقال أستحلفك بالله هل أطعمتني قال فأطعمته فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتقيق ميتة السوء يا أستاذ أشرف الفرق بين الصدقة والزكاة سبحان الله يعني الله عز وجل يقول لنبيه في كتابه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هذه صدقة التطوع وقال ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله سبحان الله فهذه هي الزكاة الفرق بين هذه والأخرى بأن الصدقة عمل تطوعي أما الزكاة واجبة إذا بلغ النصاب وحال الحول أو بلغ الزرع يعني مقدار النصاب وكان فيما يسقي أو تسقي السماء العشر وفيما يروى بالناضح أي بالآلة أي بالميكنة والفلاحين الآن يعلمون ما أقوله جيدا نصف العشر كما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحب الكرام الأستاذ أشرف ما زال يكمل في أسئلته فيقول أنا ديت أخويا بعض زكاتي وهو تزوج بيها سبحان الله فعلت الخير إي وربي فعلت الخير لأنك الآن أصبحت زكاة وصلة أصبحت صلة للرحم وأصبحت زكاة أرضيت بها الله عز وجل ورضي عنك بها الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله أخي الحبيب عش مع ربك دائما أحمد المسكين هذا الرجل يقول والله جاء علي أسبوع لم أجد في بيتي الطعام إلا الماء فكنت أتقاطر الماء مع زوجتي ومع ابنتي حتى همت على وجهي في يوم من الأيام فذهبت إلى صديق لي فقلت له وكان يسمى بشر الحافي وهو من العلماء قلت له أيها العالم الزاهد أريد أن أبيع بيتي قال فلما رأى من حالي أعطاني رقاقتين بينهما قطعة حلواء وقال اطعم بها أولادك اطعم بها زوجتك وبنتك قال فخرجت يكاد قلبي أن يطير من الفرح سأطعم أولادي بعد أسبوع من الجوع والقحت فإذا به يقول وخرجت من بيت بشر الحافي فوجدت امرأة مسكينة معها بنت تقول له أستحلفك بالله أسألك بالله اعطني من الطعام الذي في يدك والله لم أذخ ذواقا منذ ثلاثة أيام لا أنا ولا ابنتي هذه فقلت أي ربي زوجتي في البيت وبنتي في البيت ولكن هذه للمسكينة قال وعدت وجلست بجدار البيت أقول لا أستطيع أن أدخل على زوجتي ولا على ابنتي ماذا أقول لهما قال فجاءني صاحبي وقال أبشر أبشر يا ابن المسكين أبشر هذا الرجل يسأل عليك يا ابن المسكين فقال من قال كنت شريكا لأبيك في التجارة وأنا كنت أسكن بخراسان وأبوك ترك عندي رأس المال منذ ثلاثين عاما وأنا أبحث عنه حتى وجدتك أنت أين أبوك قال مات أبي قال خذ هذه العير المحملة بالذهب والفضة والبضائع فهذا نصيب أبيك في تجارتي فقلت أصبحت غنيا فقال والله كنت أنفق في سبيل الله على اليتام والمساكين والضعفاء والمرضى من أمة الحبيب النبي في اليوم الواحد مئة دينار ذهبي قال فأعجبت بنفسي في يوم من الأيام قلت أنا فلان أنفق على الفقراء في اليوم الواحد مئة دينار ذهبي قال فنمت فكأن القيامة قد قامت وكأن الناس في عرصات القيامة ووجدت من ينادي علي أين ابن المسكين أين أحمد ابن المسكين قال أنا ها أنا ها قال تعالى لتوضع أعمالك في الميزان قال فوضعت أعمالي التي كنت أتصدق بها في الميزان والسيئات في الكفة الأخرى فرجحت السيئات وطاشت الحسنات فقلت أي ربي أين صدقاتي أين زكواتي فكلما قربت إلي حسنة وكلما قربت إلي صدقة أقول هي لي وهم يقولون لا هذه ذهبت رياء وذهبت سمعة هذه كنت ترائي بها أمام الناس حتى يقال عنك أنك المتصدق أنك صاحب الفضل على الفقراء واليتامى والأرامل والمرضى من أمة الحبيب محمد حتى أيقنت بالهلاف فقالوا هل له من شيء قالوا له رغيفان رقاقتان بينهما قطعة حلوى قال فوضعت في ميزان وفي كفة الحسنات فرجحت الحسنات وطاشت السيئات أخي الحبيب والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ستتمنى أن تعود من قبرك وتتمنى أن تعود من موتك حتى تطعم المساكين وحتى تعطي الأرامل وحتى تعطف على الفقراء وعلى الجوعى من أمة الحبيب محمد قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون يا الله لما لما فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا رب لعلي أنفق نفقة لعلي أتصدق بجنيه لعلي أطعم مسكينا لعلي أكسو عريانا لعلي آتي بدواء لمحتاج من المرضى الذين لا يجدون ثمن الدواء يا رب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تصدق قبل أن يأتيك الموت فها هو أبو بكر الصديق يقول الفاروق عمر في يوم من الأيام ندبنا رسول الله إلى الصدقة قلت اليوم أسبق أبا بكر إن صبقته يعنينا لو أسبق أبو بكر في يوم من الأيام سأسبقه في هذا اليوم قال فذهبت إلى رسول الله وهو يجلس بين أصحابه ووضعت مالي في حجره فقال لي ما أبقيت لأهلك يا عمر قال أبقيت لهم شطر مالي يا رسول الله أبقيت لهم نصف المال فجاء أبو بكر الصديق وأنا أجلس أنتظر ماذا سيقدم أبا بكر ماذا سيقدم أبو بكر فإذا به يضع المال في حجر رسول الله فقال له وأنت يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله أبقيت لهم الله ورسوله قال عمر والله لن أسبقك بعد اليوم يا أبا بكر والله لن أسبقك بعد اليوم يا أبا بكر معنا الحق مديحة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله طيب حول الاتصال مرة أخرى حق مديح يا سبحان الله هذا الرجل الذي كان وتعلم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أهو بكر الصديق تصدق بماله كله ووضعه في حجر رسول الله فكان مثالا طيبا لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم وها هو نموزج آخر من صحابة رسول الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذا الرجل الذي كان من أثرى أثرياء مكة ومن أغنى أغنياء مكة كان رجل أعمال فلما أراد أن يهاجر إلى رسول الله قال له صناضيذ الشرك اترك المال واخرج لن تخرج بمالك قال لكم ذلك وترك المال ولما ذهب إلى مدينة رسول الله آخى نبي الله بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع رجل أعمال من الأنصار رجل ثري من أغنى أغنياء الأنصار فذهب إليه سيدنا سعد بن الربيع وقال يا عبد الرحمن يا ابن عوف هذا مالي لك شطرة لك نصفه وأنا متزوج بامرأتين انظر إليهما أيتهما أعجبتك طلقتها فإذا انقضت عدتها تزوجتها قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك دلني على السوق نحن لا نمد أيدينا نحن لا نطمع فيما في أيدي الناس نحن لا ننظر إلى من فوقنا في الدنيا نحن ننظر إلى من فوقنا في ديننا في آخرتنا دلني على السوق ذهب سيدنا عبد الرحمن بن عوف فاشتغل حمالا فكسب أربعة ضراهم فتصدق بدرهمين قال فكسبت ثمانية دنانير فتصدقت بأربعة فأعطاني الله أربعمائة درهم فتصدقت بنصفها حتى صار أغنى أغنياء مدينة رسول الله يا معانا للأستاذ رجب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الله يسترك يا أستاذ رجب نور الشاشة ونور الصحة والجمال ونكرت ورحول وكل الشجالين في القناة والله يعني أنار الله وجهك وأنار قلبك أنت والمشاهدين الكرام الله يسترك يا أستاذ رجب والله يا سيدنا أنا ليش أقال وليس طلب بعد إذن حضرتك تحت أمرك يا أستاذ رجب أولا السؤال بتاعي الأجزاء التي تبطر من جسم الإنسان التي تبطر تبطر من جسم الإنسان تبطر ماتة يعني يعني مرض قدم سكري آه تمام الجزء الذي يبطر منها تمام هل يدفن في القبر أم يرمى في سلة المهملات طيب صاحبه حي أم مات لا صاحبه حي أطال الله عمره وحسن عمله أجيبك إن شاء الله أين سؤال التاني تفضل يا حبيب الطلب التاني يا سيدنا معلش وتدعيني كده وتدعي الأهل الخير يقف معي في الموضوع دو أنا ابنتي ستتزوج بعد عشرة أيام وينقصها الأدوات الكهربائية الأجهزة الكهربائية فأنا نحتاج إلى أحد من أهل الخير يقف معي في جهاز طيب يا سريا بسيب راقمك في الكنترول والناس سمعوا شكواك وإن شاء الله لو في أي حاجة أصحاب الكنترول والناس الموجودة المحترمة هيتصلوا عليك إن شاء الله طيب معنا الأستاذ فاطمة السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام أحسن الله وبركاتي تفضلي يا أستاذ فاطمة أسمعك تفضلي أيوة بص عندي حضرتي مشكلة يعني أنا عندي حفيقي دلوقتي والده متوفي قبل جده وكان ابني مطلق مراته أهل ما يتوفى فدلوقتي يعني أهل أهل والدته عايزين مراته في البيت وهو بيت دورين والد زودك يا أستاذ فاطمة والد الزوج توفي قبل أبيه أوه ابني توفي قبل جده طيب الابن توفي قبل الجد تمام أجيبك إن شاء الله فدلوقتي هم عايزين حق الولد تمام تمام أجيبك إن شاء الله حاطر حاطر طيب الأستاذ ريجب بيقول يعني الأجزاء التي تبطر هل تدفن ولا ترمى في سلة المهملات يا أستاذ ريجب يعني قال فيها العلماء بأن إن كان صاحبها قد مات تغسل وتكفن وتدفن في مقابر المسلمين طيب إن كان صاحبها على قيد الحياة تلف في خرقة وتدفن إن شاء الله وبالنسبة لأستاذ فاطمة يعني سيبي رقمك في الكنترول وأنا هتواصل معاك إن شاء الله لأنني محتاج أسهل بعض الأسئلة لأنه سؤال ميراث حتى لا نضيع الحقوق بين أهلها إن شاء الله أخي الحبيب لا تحرم نفسك من الصدقة فإن الصدقة برهان وإنها طريق النور وإنها طريق النجاح وإنها طريق الراحة وإنها طريق الجنة وإنها طريق جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته